جلسات مؤتمر التعليم بمشاركة كبرى مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم حيث يعد هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يعنى بتقريب وجهات النظر بين مختلف الشعوب والمجتمعات ورسم الصورة الاستشرافية للمستقبل لتبني أرقى القيم الإنسانية وتعزيز قيم التسامح الديني والتعايش السلمي وتقبل الآخر المختلف نحن محتاجين في الوقت الحالي أن نفعل المؤتمرات هذه ونستقطب من كافة الأدنيان ونستقطب من كافة الأجناز حتى نسمع لهم ويسمعوا مننا فهذه نقطة مهمة جداً في تعزيز مبدأ التعايش السلمي ومبدأ نشر ثقافة الحوار مع الآخر برنامج هذا جداً يهدف إلى تعزيز الليدرشيب في الطلبة والطالبات من جميع الجنسيات في البحرين وأنا جداً ممتنة كوني جتني الفرصة أن أنا أشارك في هذا البروغرام وأشارك في هذا المؤتمر كمتطوعة المتحدثين جداً يطرحوا أفكار جداً مفيدة جداً ملهمة الأفكار هذه تساعد الطلبة في الجامعات خاصة أننا ندرس في جامعات مختلطة فيها كثير من الأديان والجنسيات وقد خرج المؤتمر بتوصيات تعود بالنفع على تهيئة جيل جديد من سفراء السلام والتعايش وتؤكد على ضرورة تخصيص مقاعد مجانية للشباب في برنامج كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية إلى جانب التركيز على مبادئ احترام الإنسانية والحريات الدينية والتعارف بين الشعوب استفدت من طريقة إيجابية طريقة غير كبيرة أن كل واحد كان عنده نمط معين اللي يمسك نقطة معينة اللي ممكن للدهور التعايش السلمي بين جميع الديانات من هذه الديانات المختلفة كلها وعقد المؤتمر من منطلق حرص مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الدائم على إبراز التجربة البحرينية الرائدة لتواصل المملكة بذلك نهجها القائم على ترسيخ قيم التسامح والانفتاح وفي السياق نفسه فقد نجحت مملكة البحرين في احتضان هذا المؤتمر لجعلها في مصاف الدول الريادية ويبرز مكانتها كمركز عالمي للمبادرات والفكر الإنساني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي الشامل لجلالة الملك المفدى إجماع حضور مؤتمر التعليم يعزز التعايش السلمي أكدوا على ما تمتلكه مملكة البحرين من بيئة جاذبة وجامعة للسلام والتعايش وسط مشاركة وإقبال دولي واسع طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين